الاخيرة النهاردة الحمد لله اصدل السطار على ازمة امام عشور مع احد افراد الامن والخناء الشهيرة اللي طبعا كل السوشيال ميديا تكلمت عليها على مدار اكتر من خمس ست شهور واللي الناس حابت تركب الترند شوية شوية فيها وتشعللها اكتر حتى رغم التصالح اللي تم من كم يوم لكن النهاردة في محكمة جنوب الجيزة تم الانتهاء الازمة بالصلحة امام رئيس الجلسة والحمد لله الموضوع انتهى بحضور والد الله كمان امام عشور وحصل الصلح ونقدر نقول في مثل هذه المواقف الصلح الخير ونركز بقى في الملعب ونبعد عن اي مؤثرات خارجية ونتعلم من اخطاء الماضي عشان نقدر ننجز ونكسب ونحقق كل طموحاتنا فيما هو قادم وده اللي بيختلف داخل النادي الاهل عن اي مكان تاني ان اي حاجة لازم تتحل بسرعة عشان تبدأ تركز في الملعب عشان جمهورك اللي بيستنيك لانك عندك قدرات كبيرة جدا تقدر تقدم افضل ملديك وتحقق كل البطولات اللي انت هتشارك فيها مع النادي الاهلي ولسه المشوار طويل والتاريخ طويل جدا لامام عشور مع النادي الاهلي